احبان المشاهدين اهلا ومرحبا بكم وبرنامجكم الاسبوعي من قناة الارامية لقاء مع عابر وسوف يكون ضيفنا لهذه الليلة الاخ المبارك العابر فراس بداية دعونا نرحب الاخ فراس اهلا وسهلا اخي فراس اهلا وسهلا بك استاذ كريم سلام ونعمة والرب يباركك ويبارك كل مكان بالعالم الرب يبارك حياتك عزيزي انا مشجع بيك وفرحان ان اليوم انت سوف تعلن عن مجد المسيح في حياتك وعن تعاملات الله في حياتك قبل ما نتحدث وقبل ما نصلي خلينا نقرأ من كلمة الله من اشعياء 25 والعدد 8 ماذا تقول كلمة الله تقول كلمة الله يبلع الموت الى الابد ويمسح السيد الرب الدموع من كل من كل الوجوه وينزع عار شعبه عن كل الارض لان الرب قد تكلم الرب قد تكلم ويقال في ذلك اليوم هو ذا هذا الهنا انتظرناه فخلصنا هذا هو الرب انتظرناه نبتهج ونفرح بخلاصه اليوم دعونا احبان المشاهدين نفرح ونبتهج بخلاص الرب للنفوس التي كانت بعيدة عنه والان تلامست معه وتلامس روح الله القدوس معها واصبحت كارزة ومبشر باسمه وعاملة العمل الذي اراده الله في حياته اخي فراس اهلا ومرحبا فيك بقناة الارامية وضيف عزيز علينا مبارك انت ابن الرب ونحن نفرح حينما نستضيف ابناء الرب من امثالك اهلا وسهلا بك اخي فراس اهلا بك استاذ كريم تحية اليك وتحية لكل المشاهدين بكل مكان بالعالم وخصوصا اخوتنا بالعراق يعني انا اخص الاخوة بالعراق والاخوات بالعراق انا اشهد امام الله واقف احتراما وتقديرا لجهودكم هناك في العراق رغم الضيقات رغم الالم رغم الاضطهاد لكن ارى رجالات الله حقيقة اه رجالات حقيقة واقفين في الثغر ويبشرون ويكرزون ورغم الخطر رغم الظروف الصعبة رغم الكراهية الموجودة رغم الموت لكن ارى فيكم الكنيسة الاولى اخي فراس انا اشكرك من اجل اليوم يعني تلبيتك انه واستضاف واستضافيناك في برنامجنا ونشكر الرب من اجلك حبيبي لا لا عفو استاذ كريم بالعكس هذا ابسط شيء اقدم القناتكم العزيزة قناتكم الغالية على قلبي لانه صراحة يعني انا فترة من الفترات كنت انه اريد بس منبر اعبر عن اللي بداخلي احكي افكار شنو اللي صار وياي التجربة المريرة تجربة الشرير اللي مريت بيها واللي وصلتني مرحلة من المراحل للالحاد للالحاد لكن انا اشكر الرب انه نور طريقي يسوع المسيح قادني للطريق الصحيح وخلص روحي انا مؤمن انه يسوع المسيح هو اللي يخلص روحي من الشرير ومن جهانم امين انا اشكرك واشاركك باية في سفر الرؤية الاصحاح 15 والعدد 4 من من لا يخافك يا رب ويمجد اسمك لانك وحدك قدوس لان جميع الامم سيأتون ويسجدون امامك لان احكامك قد اظهرت احكام الله قد اظهرت الحقيقة بانت الحق بان ونرى كثير من النفوس كثير من النفوس اتت وسجدت للرب واليوم شهادة حية رح نسمع من اخونا المبارك الاخ فراس شهادة حية عن تعاملات الله معه وطريقة قبول الرب يسوع المسيح وكيف جذبه المسيح وعرفه على الطريق والحق والحياة انا رح اترك الحديث اليك اخويا فراس ان تتحدث عن فراس حينما كان في الاسلام من هو هذا فراس الذي كان في الاسلام تفضل اخويا فراس اشكرك استاذ كريم وتحية مرة ثانية لكل المشاهدين وكل مكان بالعالم انا قبل بداية كلامي احب استشهد من انجيل متى الاصحاحه داعش من الآية الاثنين الى ستة العميان يبصرون والعرج يمشون والبرص يطحرون والصوم يسمعون والموتى يقومون والمساكين يتلقون البشارة وهنيئا لمن لا يفقد ايمانه به امين يا رب هذه الآية هذه الآية انا صراحة دائما اخليها يعني قدام عيني انه لما اجي اقرأ حياة يسوع المسيح وشلون بشر برش سالة السماء بارض كنعانة فلسطين ومن اللي يتلقاها ومن اللي يستقبلها صراحة يعني شي عجيب شي عجيب فعلا شي عجيب يعني رغم كل الآلام رغم كل المعاناة اللي يتحملها من شعب اسرائيل ومن الناس لكن وهو على الصريب يطلب من الله ابونا السماوي انه يغفر لهم خطاياهم هذا الشي فعلا يعني هذه التضحية هذه معنى التضحية هذا ما كان موجود بالاسلام يعني انا اتكلم لك انا مرجل دين ولا اختصاص عقائد اسلامية ولا اختصاص فقهي انا رجل علمي اختصاصي علمي بحث لكن الشي اللي يدفعني وخلاني اعيد قراءة الاسلام بشكل مغاير احداث صارت بحياتي طليت افكر واقول هل فعلا هل فعلا احنا مؤمنين بدين سماوي هل فعلا انه احنا دا نمشي بطريق الله طيب اذا احنا نمشي بطريق الله يعني ليش دا نشوف اشياء يعني الكذب النفاق القتل الحسد الجشع الغيرة النفاق الرياء كل هاي الامور طيب انا يعني لما كنت تخرجت من الكلية انا بالكلية كنت اصلي صلاة مثل ما نقول مثل صلاة اي شخص عادي انا مو مؤمن جدا يعني بس خلي اقول انه انا مؤمن بالله كنت اصلي صلاة عادية لكن كيف اوصف الكيها شغلة نفاق ورياء يعني انا اصلي لكن انا ما مقتنع بهذا الشي ما مقتنع بصلاتي ما مقتنع بالشي اللي اسوي انه هل فعلا انا اسجد لله هل فعلا الله يسمع صوتي من اصلي هل فعلا الله بداخل قلبي هذه واحدة الشي الثاني انا مهنتي كانت مهنة يعني متعلقة بصحة الناس يعني مهنة انسانية الشي اللي شفت بمهنتي يعني احنا نتعامل وي روح الانسان وي صحته وي حياته يعني ابنة هذه الغاية طيب في مجال عملي انا اشوف ناس التاجر التاجر بارواح الابرياء التاجر التاجر بصحتهم على حساب شنو على حساب جشعة ثروة طيب اوكي وين الله وين الله من هاي الامور كلها انت انت تقول انا مسلم شيعي او مسلم سني ما بالله طيب اللي يؤمن بالله هل يتاجر بصحة الناس هل يدفع الجشع انه انه يخدع الناس طيب وين تعالين الرسالة السماوية اللي انتم تعلمتوها هذا الشي الشي الثاني اللي لاحظته انتقادات للمجتمع العراقي كل سنة وشيعة سنة وشيعة نعم انتقادات للمجتمع العراقي بشكل عام التسامح ماكو مغفرة ماكو مساعدة بين واحد والثاني ماكو هذا واقع حال انا احشيلكي انا لا اريد ابالغ لك ولا اريد اقول لك اذا كان فعلا اكو الصفات نبيلة هي المساعدة المغفرة التسامح ممكن موجودة لكن اتقل قليلة من الناس في هذا الوقت الصعب الوقت هذا اللي 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 برؤية يوحن مذكور كل هذه الامور راح تصير بالعالم نعم طيب انا وصلت الى مرحلة يعني يعني قلت الله وين يعني صرت اشك انا وصلت الى الحادي يعني فترة من فترات حياتي انه قلت الله ماكو الله لو كان فعلا موجود وكان فعلا موجود ما كان صار هذا الشيء بيننا طيب وين الله انا سلم الله الله وين انا حتى كنت ادخل نقاشات ثقافية ومتدعات ثقافية احروة يا اصدقائي ونتناقش هذا الموضوع بشكل مطول انه هل رأى رب العالمين موجود هل احنا فعلا مؤمنين هالدين هالدين الاسلام دين دين سماوي فعلا طيب لو كان دين سماوي ليش ليش رب العالمين ما يسمعنا الخلل بنا الخلل بالدين يعني انا عندي تساؤلات حبيت القلق الجواري صراحة ولن تحصل على اي اه اي جواب شافي وافي لتساؤلاتك حينما تريد ان تعرف الحقيقة ستصطدم باشياء كثيرة اه انا بس رد اعرج على موضوع الصلاة انت حتيت لي على موضوع الصلاة 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 يستخدمها المسلم نعم لها اغراض يعني الصلاة في الاسلام يستخدمها المسلم لاغراض معينة اولا انه امام هو يريد يبرر نفسه امام الله انه هو عد علاقة مع الله اولا بس هل انه علاقة من القلب الى يعني من قلبه هذا ما موجود النقطة الثانية امام الناس امام الناس بس اني بس معاقب يعني تعقيبا على موضوع الصلاة جزء الثاني جزء الثاني انه انا اصلي من اجل الناس انه تعرف انا متدين وبما انه انا متدين رح يوخذ بكلامي رح يصدقون ما اتى حتى لو كذب رح يصدقونه فالصلاة في الاسلام تأخذ بهذا المجالات ليس تأخذ بها رياء بها عدم مصداقية انه انت ما عندك علاقة مع الله مباشرة انت تصلي من اجل انه الناس تعرف ان تصلي وهاي اكد عليها الرب يسوع المسيح في موعظة الجبل وقال يعني لا يبين عليكم انه الصلون في المجامع ويبين عليكم انه انتوا متدينين والصلون وهذا الرياء اكد عليه الرب يسوع المسيح انا ما اريد اخذ من وقتك اتفضل بس عندي السؤال اللي اطرح نفسه عرفت انه من هو فراس في الاسلام بس اريد اعرف كيف فراس التقى بالرب يسوع المسيح عن اي طريق كيف عن طريق الكتاب المقدس عن طريق مبشر عن طريق اريدك تعرفني كيف تعلمت او تعرفت او عرفت الرب يسوع المسيح اتفضل استاذ كريم شوف انا رح ازيدك من الشعر بيت نعم انا لما يعني وصلت محلة الالحاد يعني ضليت ابحث انا صراحة زوجتي زوجتي كانت صديقتي وهي مسيح هي معمّة دانية وازدك من الشعر بيت هي ما اثرت بي لكن الموضوع اللي اثب بي تصرفت صرفته هي معمّة فعلت بي بعد ما وصلت مرحلة الالحاد يعني التفتت النفسي انه انا اجداء سوي انا لو اش هالمرحلة وصلت لازم اعيد التفكير برب العالمين يعني يعني انا كنت اقول انه الله ما موجود الله مجرد اكذوبه يكذبوها علينا حتى نؤمن بوجود كائن او مخلوق اعلى او قوة عظمى او مهندس اعظم لهذا الكون انه حتى نوحده لا اكثر ولا اقل انا وصلت لهذه الفكرة والقناعة لكن اعدت قراءة الكتب قلت خلي اقرأ خلي اقرأ ممكن انا يجوز ما مطلع على كتب الدين خلي اقرأ اقرأ الفقه اقرأ الفلسفة الفلسفة الالهية خلي اشوف ممكن انه اصل اشي بديت اقرأ كتب جبت كتب عن المذهب الشيعي لكون انا من خلفية شيعية قرأته الكتب عن المذهب الشيعي الاحكام الفقه الامور الاجتماعية كلها هذه اشتريت كتب عن الدين البهاي اكتشفت انه اكو شيء اجي اسمه الدين البهاي ما كانت عندي معلومة بهذا الشيء لكن بعدين اكتشفتها بديت اقرأ عن الدين البهاي اوكي الدين البهاي مجموعة من بعض التعالم المأخوذة من الاسلام من الفلسفة القديمة الفارسية من المسيحية من اليهودية لكن بي اشياء بي ثخرات ما اقتنعت بيها ما اقتنعت بيها الدين البهاي واجتمعت مع بهايين وجلست وتناقشت لكن فعلا يعني ما صار عندي اقتناع داخلي انه انه انا ممكن اؤمن بالدين البهاي لكن البعدين زوجتي كانت خطيبتي انا اسأتلها بتصرف معين يعني اسأتلها اساءة بالغة يعني يعني خلي احكيها بصريحة العبارة انا مو ملك انا انسان وعندي افطاء كثيرة انا خنتها انا خنتها لكن التصرف اللي هي تصرفته صراحة ردت فعلي ردت فعلها اثارت استغرابي قلت لي انا اعرف انت خنتني واعرف كانت عندك تصرفات سيئة لكن انا اصلي اصلي اليسوع المسيح انه ينورك بطريق وانا اسامحك انا اغفر لك نشكر رب من اجلها طيب انا ظليت افكر انه ليش هي تسامحني وانا اسأت بحقها انا اسأت بحقها بعدين الشيء الثاني اللي صار صراحة والدتي والدتي امرأة شيعية مؤمنة مؤمنة ومتدينة لكن هي جدا تقدس يسوع المسيح وتقدس السيدة مريم العذراء مريم البتون ايضا اعتذرت من امي وامي قلت لي انا سامحك مثل ما يسوع المسيح سامح اللي صلواني انا سامحك امين انت ابني انا اسامحك زين هذا 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 حادثتين صارت مع زوجتي مع العلم زوجتي مسيحية مؤمنة وامي 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 طيب انا رجعت يعني كيف اوصف الكياها يعني خلي نقول بالمعنى الدرج انه انا يعني صارت فرمة الطريقة التفكيري فرمتت دماغي بهذا التصرفين طيب ليش زوجتي انا ظلت اتساءل ليش زوجتي سامحتني يعني هل معقولة يسوع المسيح سامح الناس؟ طيب ليش يسامحهم اذا هم صلبوه على الصليب نعم رجعت اقرأ التاريخ المسيحي جبت الكتاب المقدس قرأته قرأت الاناجيل الاربعة قرأت الرسائل الاعمال يعني انا اتأثرت انه يسوع المسيح على الصليب ويطلب من الله انه يخفر للي يصلبوه طيب كيف؟ يعني صراحة لو انت تدرس التاريخ كله ما رح تلقي انسان يدعو لالله يسامح انه اللي يعذبوه او اللي يصلبوه نعم طيب كيف؟ هذا معناه هذا مو انسان هذا التصرف انا اتأكدتها يسوع المسيح مو انسان اذا عنده طبيعة غير الطبيعة الانسانية هذه الطبيعة مو طبيعة انسانية هذه خارج طاقة البشر صح خارج طاقة البشر صح رجعت اقرأ بعديا قرأت كتب الشيعة اكثر عملت مقارنات ظلت اعمل مقارنات بين هذا الدين وبين هذا الدين احداث الدين المسيحي من بدايته الافطهاد اللي عانى اسلوع المسيح وتلامثه ورسله وبداية دين الاسلامي كيف بدأ الدين الاسلامي بعدين كيف استحوذ بعدين كيف الغزو بعدين كيف احتلال الدول بعدين قطع الرقاب قطع اليدين الاختصاب السبيل وغيره غيره غيره طيب بنفس الوقت حصلت معاي حادثة خلال عملي انا اوجهت اهانة للدين الاسلامي ولمرجعيات الشيعة داخل دائرة حكومية مهمة وامام موظف حكومي مهم جدا وراء هذا الموضوع الشيء اللي صار انه تعرضت تعرضت المضايقات وتعرضت لتحقيق قضية ازدراء الدين الاسلامي اهانة الدين الاسلامي اهانة المذهب الشيعي والرموز بعدين الشي اللي صارت حولت للتحقيق لمدة ثلاثة شهر في مكان معروف هو كل العراق بالتحقيقات وبهاي الأمور وبعدين أنا بهذه الفترة بنصف هذه المشاكل يعني بين وبين نفسي قلت اذا فعلا يسوع المسيح هو ابن الله وهو وعند الطبيعة الالهية اتمنى يسمع صوتي ويخلطني من هاي المشكلة اللي أنا صرت بيها واللي ما عرف الشون اطلع من عدها لكن انا ما رح اعرف كيف رح يخلصني كيف رح ينجيني كيف رح هذه الأمور تنسد وتنتهي نعم وبمرر أيام قليلة الموضوع نسد بشكل عجيب أنا ما اقول لك يعني اكو اكو يمكن صارت كم شغلة هي اجتهلة الموضوع بس هاي الشغلات كيف صارت أنا ما اعرف يعني فتشي عجيب بعدين نسد الموضوع طلعت انا من انا المشكلة اللي بيها بعد طبعا مجموعة عقوبات من الحكومة نعم لكن اوكي انه انا مجرد طلعت من المكان اللي كانت بالتحقيقات وكانت بيهاي الأمور يعني 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 انه صراحة ضليت افكر انه هل فعلا يسوع استجاب صلاتي او استجاب على الاقل دعاي انا الانسان اللي ضال انا انسان ضال الانسان عندي ذنوب عندي خطايا طيب هل فعلا استجاب لي انا طيب انا ليش استجيب لي انا ممكن يعني اكو ناس اكثر من عندي مؤمنة وصلي طيب انا يعني كيف استجاب لي او ليش استجاب لي خلينا نقولها بالعامية العراقية نعم يعني ظل هذا الشي في بالي بعدين سألت زوجتي انه قلت لها الموضوع قالت لا عرف اللي بداخلك عرف اللي بقلبك شنو نعم فالذلك استجابلك وخلصك من هاي المشكلة بعدين يعني ظلت اقرأ الكتاب المقدس وفعلا بشكل لا رادي اكو يعني بعض بعض الآيات اقف عدها ابشي بعد هذا الشي بعد هذا الشي اللي صار وبعد المقارنات اللي سويتها بين دين الاسلام والدين المسيحي وعن قناعة عقلية انا ما اتكلم لك انا انسان جاهل او انسان ممكن تسامع لك اما احجايا لا انا احجي لك انا قريته انا اللي دراست انا اللي عملت المقارنات انا اللي تأكدت بنفسي عزيزي فراس انا متشجع وكل اذان صاغية لهذا الاختبار وفعلا الرب يسوع المسيح حينما نقع في الضيقات ونصرخ حينما انا ارسم لك الحالة التلاميذ كانوا في السفينة وهو الانسان يسوع المسيح الذي كان نائم كانسان من صرخه التلاميذ استجاب المسيح فانت من صرخة استجاب لك المسيح واحنا نقول انه المسيح حي المسيح حي يستجيب لانه اذا دخلنا في الضيق دخلنا في الالم هو رح يستجيب لانه حي ويسمع آنات قلوبنا اتفضل اخي العديد انا اللي استغربت اللي استغربت عليه استاذ كريم ولو انا قطعت كلامك ولهم لكن انا دائما اقول على نفسي انا انسان ظال انا انسان عندي خطايا كيف يستجيب له انا مملي خطايا انا مملي ذنوب هو اجا من اجلك اجا من اجلك هو الصراحة لما انقارنت هذا الشي يعني بالدين الاسلام يشوف واحدنا من يخطأ خطأ يظلون يلومون به الكل تلوم به اتعنبه خلي نقول توجه له كلمات محلوة كلمات مهينة في بعض الاحيان يقول له انت ما مؤمن انت الله ما يستجيب دعاك انت الله ما يسمعك انت الله كذا انت مثلا الامة ما يردوك طيب ليش يعني مو هذا انتم راح يزيدون الزيدون خطايا اكثر وطغيانة اكثر ويبقى يفكر بطريقة سلبية طيب ليش ما تنطوه فرصة انطوه فرصة ليش يعني هذا اذا كان هذا الدين السماوي يعني الدين السماوي المفروض المفروض يفهم الانسان خطأ ويساعده حتى يسامحه على خطأ ويصحح خطأ ويصحح حياته حبيبي ليش انا بمكان ما اصحح حبيبي فرص اسمح لي اسمح لي انه بالقرآن يقول والذين في قلوبهم مرضا زدناهم مرضا لكن المسيح بل فضل هاله هذه الآية ماذا قال المسيح قال انا لن اتي الى الاصحاء بل للمرضى المسيح اجي حينما اتكأ مع الناس البسطاء المرضى المنبوذين كان هو ما استخدم ناس اقويا حتى يقول المجد الهم لا هو اجل الناس المرضى حتى ينطيهم شفاء ويقيمهم هو قام الناس الموتى هم اجل المسيح من اجل الضعفاء من اجل المساكين بالروح من اجل كل شي انا اعتقد عندنا اتصال ما اعرف عندنا اتصال اوكي خلينا بعد ما تفضلت بهذه الكلمات اخويا فراس واني اعرف انه مستواك العلمي ومجالك العلمي لكن اريد اعرف انه ما هي رسالة الاخ فراس الى الاحبة اهلنا وناسنا وحبايبنا واخوتنا المسلمين هاي الرسالة اريد اسمحها بعد ما ناخذ فاصل ونعود اليك نسمع رسالة من عندك من فمك الى الناس اللي هم بعدهم بعيدين عن المسيح ما مختبرين المسيح ما عارفين المسيح اريدك انت بعد ما ناخذ الفاصل ونعود اليك ناخذ فاصل ونعود مع الاخ فراس ورسالته بشرا سارة عزيزي المشاهد اذا كنت من مستخدمي اجهزة روكو باكس روكو ستيك وراكو سمارت تيفي يمكنك الان مشاهدة جميع قنوات ABN Digital 3 وبجودة عالية من خلال روكو وبدون كود ما عليك سوى الذهاب الى روكو ااب ستور وقم بتحميل تطبيق الارامية ABN SAT لتشاهد القنوات باللغة العربية او قم بتحميل تطبيق Trinity Channel App وسوف يمكنك مشاهدة قنواتنا باللغة الانجليزية اذا اردت المزيد من التفاصيل عن كيفية اقتناء هذه الاجهزة وكيفية المشاهدة زور موقعنا الالكتروني ABN SAT دات كام او اتصل بنا على ارقامنا الظاهرة على الشاشة احبائي المشاهدين عودة اخرى معكم و فرحانين بوجود الاخ العابر فراس وكيف تعامل الرب معه اخي فراس انا اتحدثت معاك قبل الفاصل انه تعطي رسالة اسمحلي اخ فراس ان اخذ اتصال من عاشقة المسيح عدها اتصال اريد نسمع كلامها وبعدين نرجع نسمع رسالتك الى اخوتك واهلك وناسك تفضلي اختي عاشقة المسيح امين اللي والنعمة والسلام اخويا المبارك الرب يباركك اختي العزيزة اهلا وسهلا بيك واشكر الرب من اجل العابر مبروك علي المسيح الرب يبارك ويبارك حياتي واصلي من اجل كل احبانا المسلمين لاني كمان عابرة من ظلمة الاسلام الى نوره العجيبة الليلو يا مجدا للرب امين يا رب واغل كل احبانا المسلمين اتمنى يقرون الكتاب المقدس لانه هو كلمة الله الحية ويتمتعون بكلمة الرب والرب ينور ايونهم ويفتح قلوبهم وعقولهم يعرفون الرب ويخلصون اتمنى من كل احبانا المسلمين انا كنت مثلهم قرأت الكتاب والرب نورين والطاني حياة ابدية تقلنا حياة ابدية ونعيش مع الرب غالله يا مجدا للرب شكرا اخت العزيزة عاشقة المسيح الرب يباركتش نعود الى الاخ فراس الرب يباركتش اختي العزيزة نعود الى الاخ فراس ونسمع رسالته الى احبائه تفضل اخي فراس حبيبي استاذ كريم والله استاذ كريم انا يعني رح احتيها بالكلمات العراقية البسيطة حتى لا يقولون براحتك اشتريت تحتي احتي براحتك هذا ديت فلسف الله يخليك لا عالمون لا يقولون ديت فلسف او ديت فلسف او ديت فلسف احنا من فهم لا انا رح احتي كلمات بسيطة الدارس والغير دارس رح يفهمها نعم انا اقول الاخواني وخواتي وكل العراقين بالعراق بالبصرة بالناصرية بالنجف بالديوانية في بغداد في الرمادي في الموصل في اربيد في تهوك في كل مكان بالعراق اخواني واحبائي وخواتي افتحوا عقولكم وافتحوا ابصاركم وافتحوا قلوبكم وصدقوني لو تسألوني يسوع المسيح راتوح راح تعرفون الطريق راح يخليكم تشوفون الطريق بدون ما تحسون لكن اهم شي النية الصادقة وتفتح عقلك وتقرأ اقرأ انا ما قاقا اقول اقول اقرأ القرآن وقرأ تعاليمك بغير طريقة ما بالطريقة التقليدية اللي انت تنولدت وعلموك عليها لا اقرأها بعقل فسر بعقلك خلي عقلك هو الميزان واقرأ الكتاب المقدس وقارن وشوف وراح تعرفون انه يسوع المسيح هو المحبة هو السلام هو المغفرة هو التسامح انا هذه رسالتي لهم وادعو لالله واصلي لهم انه الله يفتح بصيرتهم ويعرفون طريق النور طريق يسوع المسيح الحي اللي دائما هو موجود بداخلنا وفي قلوبنا ويسمعنا ويستجيبنا بس كون النية الصادقة انا هذا اللي اتمنى وهي رسالتي الكل احبائي بالعراق وما اكره اي واحد حتى اذا يسبني او يغلط عليا او يقول عليا اي شي خلي يقول لكن انا ابقى اصلي له وادعو لالله انه يفتح بصيرته ويشوفه الحقيقة هذه رسالتي انا طبعا اشكرك طبعا حتى نبلغ الاخوة المشاهدين يشاهدون الخطوط مفتوحة واني اشكر الله اشكر ربي مخلصي سيدي ربي يسوع المسيح على التغيير اللي دا اشعر بي التغيير اللي حدث في حياة الاخ فراس كيف انه يتقبل حتى الانتقاد حتى كلام الغير صالح يقول لك انا اصلي من اجلهم وهي هاي المسيحية يتغير الانسان يتغير الى تلك صورة صورة المسيح الذي غفر لصالبيه فعدنا اتصال عن الفايبر تفضل منه معانا اشكرا 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 كريم اهلا وسهلا عزيزي انقطع الاتصال ابو مريم اهلا وسهلا اخوي ابو مريم اتصال طبعا كل اللي يختارون يسوع المسيح ينطيعهم حق الكل مجمع وهذا ما موجود عند اي ديانة يعني ولذلك تشوف يعني انا اذا حظت كل اهالي القتلى اللي بالكنائس يقولون احنا نصلي للقتلى وندعينهم حتى يعرفون الحق فهو هذا دين المحبة يعني دين يسوع المسيح فنبارك الأخونا كل العابرين يعني نقولهم لازم لازم تشوفون هذا الدين يصب كله محبة يعني الحمد لله أنه جاي شوي شوي أخ كريم يعني الناس ظلت تعرف يعني كلال هاي الفترة اللي دخل بيها داعش هتعرفون دين الإسلام شنو هذا دين الحقيقة هو داعش هو هذا دين الإسلام الحقيقة بالنسبة للمسلمين فأنا أشكرك أخ كريم وأشكر أخوي فراس وإن شاء الله ندعي لجميع المسلمين أنه يشوفون هذا الدين الحق أخوي أبو مريم عزيزي إحنا رح يكون عندنا لقاء وياك هم تعلن عن مجد المسيح ريد نستضيفك بالأرامية بالمستقبل إذا سمعتني ما أعرف سمعني على كل حال عندنا اتصال من الأخ نصرة نشكر رب من أجلك أخي نصرة تفضل السلام ونعمة مباركة حبيب قلبي تفضل أول شغلة أحب أبارك وأصلي للرب لأجل قناتكم القناة المباركة القناة البركة التي تجيب العالم من أقصى الأرض من أقصى الأرض إلى أقصى الأرض وهذا وهذه نعمة من الرب يسوع ما أحد يأخذها يعني بس أنتم مباركين بإسم الرب يعني آمين ألو تفضل أنت على الهواء حبيب أستاذ الكريم أستاذ الكريم أخوي الغالي أحب أسلم عليك وأبارك الأخوي فراس وقول له مبروك عليك الخلاص مبروك عليك الحياة جديدة بإسم الرب ومع الرب الحياة الأبدية وأحب أقول له يقول له أنت مو أول واحد أعرفت الإسلام ولا ثاني واحد ولا آخر واحد نعم العالم كله سيأتي إلا كان برضاته وإلا كان مو برضاته بإسم الرب لأن هذا مشيئة الرب آمين الرب هو قال كل العالم يحجون آمين يعني إذا لم يوم باشر وإذا لم يوم باشر ألو يعني العالم كلها جاية آمين أشكرك أخوية نصرة آمين الرب يباركك يبارك حياتك لدينا اتصال على الهاتف لأن الهاتف يختلف عن الفايبر يكون يشرجون فلوس اتصال على الهاتف تفضل من معانا سلام المسيح معاك أخويا كريم حبيب قلبي أهلا وسهلا سلام المسيح معا أخويا فراس الرب يحميكم أنا عادل سلمان من كندا من ونزر أهلا وسهلا أنا فرحان جدا بعبور الأخ فراس آمين يعني إيمان الرب يسوع المسيح ومحبة الرب يسوع المسيح دخلت إلى قلبه من قال أنا ما أكره أي أحد لأنه أي إنسان يدخل الرب يسوع المسيح بقلبه ما يكره أي شخص بالعالم ويتمنانه من المحبة والسلام والغفران والتسامح ها هي صفات الرب يسوع المسيح صفات رب السلام الرب يحميكم أنا بس حبيت أسلم عليك أخويا كريم وأخويا فراس والرب يحميكم دائما أنا من العراق أيضا شكرا جزيلا وأنا إنسان تابع للرب يسوع المسيح أنا وزوجتي وأولادي لتلاثة طوال حياتنا آمين الرب يحميكم ويجعل للأرامية دائما آمين منارة حتى تجلب الناس اللي ما يعرفون الرب يسوع المسيح إلى خيمة الرب يسوع المسيح والرب يحفظكم جميعا شكرا جزيلا عزيزي الاتصالات بدت تتكالب علينا أو تأتي إلينا آآ عدنا اتصال من الأخ يوحنة أهلا وسهلا أخي يوحنة أهلا وسهلا يا هذا مرحبا بالأخ المبارك كريم هذا العزيز حبيب قلبي أهلا وسهلا حبيبي كريم أنا جدا أشكرك جدا بجلب نفوس عديدة إلى المسيح إلى الطريق الحق آمين يا رب شكرا حلو تفضل أنت على هوا تفضل تفضل على هوا نعم وأحب وأولا يريد لقد عاد الأصل يريد لأ يعني قريت جدا تاريخ وأعرف أنه أنه كل من هذه المدن المباركة نجر كربلة الحيرة ومجاور إلى كانت في الأصل المسيحية لكن مع الأسر الغزو الإسلامي قد دمرها واستولى عليها نعم وهناك آثار ودلائل تدلوا على أن هذه الأرض كانت مباركة وفيك عزيزنا الكنائس والأديرة نعم فيا ريت يا حبيبي أستاذ كريم أن تعمل حلقة آمين خاصة في يوم آخر آمين عن تلك آثار تلك الكنائس والأديرة الأديرة اللي كان يعيش آمين متعبدين وأحب أحب الآن أن أتكلم مع الأستاذ فراس فضل فراس يسمعك عزيزي فراس وهنئك من كل قلبي لانتقابك إلى طريق الحياة وقد ميزت هذا الطريق المؤدي إلى الحياة والحياة الأبدية والخراج أشكرك أشكرك أخي العزيز أشكرك 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 جدا أخويا يوحن ربي باركك عندنا اتصال أم بيتر أهلا وسهلا أختي أم بيتر أخي كريم أهلا وسهلا السلام السلام المسيح للأخ فراس الرب يباركك يسمعك وأباركك طبعا من كل قلبي وأتمنى للخير بحياته جديدة وولاده جديدة طبعا وإن شاء الله يعني يكون أهمنا قدوة الأصدقاء أو أهله حتى يجيبهم على طريق الراب وبس أسأل سؤال للأغفرات يعني بالنسبة بس أنت صرت مسيحي لو مثلا قسم من العائلة أو يعني واحد من العائلة تفضل أخي فراس تفضل العفو أختي أم بيتر أنا أساسا من عائلة الشيعية وبالأصل عائلة دينية لها تاريخ بالمذهب الشيع وبالحوز العلمية بالنجف لكن معظم أفراد عائلتي المقربين أصحاب شهادات علمية فلكن فقط زوجتي هي مسيحية معمدانية أجنبية فقط إن شاء الله هو الرب دي يستخدم الأخفراس حقيقة أختي أم بيتر دي يستخدمه ودي يبشر بطريقة الخاصة ودي يتحدث مع ناس ويفتح حوارات معهم ونشكر رب من أجل هذه الخدمة صلي أختي أم بيتر من أجل الأخفراس وحماية نصلي من أجل حماية الروح القدس نطلب من الروح القدس أن يحميه ويسيج حوله بروح القدس ويكون بركة في عمله وخدمته أنا أشكر أختي أم بيتر عندنا اتصال على الفايبر تفضل من معنا ألو مرحبا أهل المسان حبيبي أحب بارك للأخ فراس فراس على عبور وقبول الرب يسوع أمين وأرجو من الرب أن أن يفتح عيون الكل أمين ليعرفون أنه أن المسيح هو رب الكل نعم أمين وصلي وصلي للمسيحيين بالذات أن يفتح عيونهم مو بس يكونون إسميين وأن ما يعرفون أن يسوع هو رب المجد باسم يسوع صلي أمين أشكرك أشكركم العفو الإسم بالخير ما سجلتاني أم نينوس أم نينوس أهلا وسألنا أختي من نينوس مبارك الرب يبارك الجميع وفعلا إحنا اليوم فرحانين ومتعزين بوجود الأخ المبارك الأخ فراس والخطوط مفتوحة أي واحد يريد يتصل يبارك يسأل الأخ فراس الخطوط مفتوحة عدنا بعد وقت رح نتحدث به مع الأخ فراس أخ فراس أريدك تطيني الآية بالكتاب المقدس اللي قرأتها وصار عندك انجذاب من خلال كلمة الله الآية اللي أثرت بيك يعني حقيقة وممكن تتأمل لنبيها يعني تفضل الآية أكثر آية اللي هي العميان يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموت يقومون والمساكين يتلقون البشارة آمين وهنيئا لمن لا يفقد إيمانه بي آمين شنو تأملاتك شنو تأملاتك على هذه الآية ما هي تأملك على هذه الآية خبر هذه الآية أشوف أكثر شيء جذبني بها المساكين يتلقون البشارة المساكين يتلقون البشارة يعني يعني رب يسوع المسيح لما بدأ برسالته ويكرز بالناس يعني وين راح راح مباشرة على الأغنياء راح على العميان راح على المرضى راح على اللي يعانون من عاهات جسدية ويعانون من أمراض مستعصية وختمها أنه أقام الموتى يعني يعني شوف عظمته عظمته وين عظمته على الناس البسطاء أنه راح للناس البسطاء أولا راح خلاهم يشوفون قدرته خلاهم يشوفون محبته لهم خلاهم يشوفون تسامحه بعدين يعني 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 يقول هنيئا لمن لا يفقد إيمانه بي يعني أنا أنا لما أجي أدعوك الرسالة يعني أنا أنا أريدك من تؤمن بي تؤمن بابنية صافية بقلب سليم بقلب سليم وبتفكير صحيح حتى هذا إيمانك إيمانك يكون صحيح أنا ما أجي أؤمن لغاية معينة أنا أؤمن لأنه لأنه قلبي صافي قلبي سليم قلبي قلبي متعطش لهذا الإيمان هذه الآية أكثر آية يعني حلء ثرت بي أنه أنه يخاطب بيها المساكين المرضى العاجزين والضعفاء هذه الآية آمين أنا أشكرك أنا أشكرك من أجل هذه الآية التي قرأتها وتأملت بيها فعلا المسيح يعني مقارنة بما كنا نفهمه في القرآن حينما يقول وغلظ عليهم يعني قلوب غلظة وقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين وبعدين محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار أشداء على الكفار رحماء بينهم لا هم أشداء حقيقة التاريخ ما يشهد ولا هم رحماء والتاريخ ما يشهد ولا رحمة بينهم لا يوجد رحمة ودليل على هذه الحروب التي قامت حروب حروب والحروب معركة الصفين وغيرها لحد الآن لحد الآن تاريخ 1400 سنة لحد الآن الحروب اللي يصير بالعراق شنو هسه حروب سنة وشيعة على شنو على أسباب قبل 1400 سنة وكل واحد يقول الآن الصحيح وكل واحد يكفر الثاني طيب ليش طيب ليش يعني رب العالمي الله محبة الله محبة الله سلام الله مغفرة ليش أنتم واحد يكتل الثاني وقعدوا فكروا شوفوا الخلل بيمن شوفوا هذا الموضوع أخويا فراس لأن بما أنه القرآن حمال أوجه وبما أنه القرآن من يفسره يعني بمجال للتفسير وكل من يفسر على ليله وبما أنه حمال أوجه وتستخدم أنت تريد من القرآن تستخدم إذا أنت في حالة حرب عندك باقج كامل آيات من القرآن في حالة الحرب واليوم باقج كامل آيات حرب آيات تريد تستخدم مثلا أي بالضبط لا لا أستاذ كريم أنا بس ملاحظة صغيرة أريد أن تريدك هي الصراحة ملاحظة مضحكة يعني يمكن تضحك أنت والمشاهدين في يوم من الأيام بنقش مع أحد الأخوة الشيعة يعني هو الرجل إنسان مثقف ومحترم يعني صراحة فدخلنا بهذا موضوع إلى آيات القرآنية المتناقضات الأخطاء التاريخية الأخطاء الجغرافية الأخطاء المعنوية يعني الخطأ اللي بالمعنى أو الخطأ يعني اللي هو الكلمة تعطي عدة عدة معاني أو ممكن تفسر بعدة أوجه نعم حتى الإنسان يفسرها بالطريقة اللي يتعجبه حمال أوجه القرآن حمال أوجه تعرف شي بالضبط تعرف شي يقول لي يقول لي أنا ما أعتمد هذا القرآن قلت آه طيب قلت له أوك إذا هذا القرآن محرف وين القرآن الحقيقي قال لي القرآن الحقيقي عند أهل البيت قلت له طيب أوك ليش يخلوه لن congratulations بهذا destruلالة هذا كان أخرجوه القرآن كان أخرجوه قال لي لا القرآن محفوظ مع الإمام المهدي من يظهر يظهر قلت لي يا أخي هاي ناس تقاتل وهاي الناس تمشي هاي السنين الناس تمشي ورا قرآن محرف وينتظرون المهديش ووقيت يطلع من سردابة مثلا يعني ألا متى هالعقول هاي يعني تصور أنت لا أنا أنا يعني أنا وصلت ويا المرحلة قلت ليا أخي أنت النوبة طلابت من عندها تفسير آية فسر ليها بطريقة عجيبة فحكت أنا هذا أحكي لك ياها بوقت ثاني يعني يعني ممكن تضحك عليه تشكرك أخويا العزيز فراس حقيقة إحنا متعزين وفرحانين بوجودك الله سلمك الوقت أدركنا وأني أحب أسمع من عندك بدقيقة وحدة كلمة أخيرة تتحدث عن عمل الأرامية حقيقة لأن إحنا في الآن إحنا في الأرامية والله أستاذ أستاذ كريم يعني قناتكم قناة رائعة ما شاء الله قناة روعة 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 أولا أولا يعني التقنيات التكنولوجيا هذا هي مثل ما يقولون موضة العصر أنا حتى أوصل رسالتي للناس لازم أعتمد هاي الأمور وقناتكم يعني ما شاء الله قاعد تقريبا تغطى كثير أمور برامجها برامج حلوة تتناول عدة مواضيع مواضيع اجتماعية مواضيع دينية مواضيع فلسفية مواضيع تاريخية مقارنة أديان هذا الشيء اللي أحبه بكم أنه أنتم تقارنون وتفتحون نقاشات ورغم كل شيء تتلقون اتصالات من المسلمين وتتناقشون وياهم برحابة صدر وتحاول تفهمه وتحاول أنه تنور لطريقة هذا الشيء الروعة بالقناة أنه تقبل الكل حتى إذا كان مسلم حتى إذا كان من غير ديانة تقبل اتصاله وتتناقش وياه وتراحب به يعني هذا الشيء هذه هي رسالة الآرامية رسالة محبة رسالة السلام رسالة مغفرة رسالة تسامح بين الناس وهي هذه تعاليم يسوع المسيح أنا أشكرك على هذه الشهادة لقناة الآرامية من عابر عرف المسيح وشهد لهذه القناة المباركة صلي أخي فراس من أجل القناة إحنا كنا نصلي لأن القناة تمر بظروف مالية صعبة لكن إحنا بالإيمان أنه الرب رح يكمل العمل ويكمل هذه الخدمة وأني في نهاية البرنامج أشكرك وأتمنى لك الموفقية في عملك وأتمنى لك أنه تكون كارز ومبشر وخادم للسيد المسيح له كل المجد أنا أشكرك والرب يباركك مع كل حبي وتحياتي إلى الأهل والعائلة ونصلي من أجلكم من أجل كنيستكم من أجل عملكم من أجل خدمتكم والرب يباركك ويبارك حياتك وشكرا جزيلا على وقتك أخي فراس أهلا وسهلا بك أستاذ كريم تحية لك ولكل المشاهدين وكل مكان بالعالم أشكرك جدا أعزائي المشاهدين إحنا انتهى الوقت وبعد قليل رح نكون معكم في برنامج تساؤلات فنطلب منكم لا تغيرون الشانل إحنا بعد قليل رح نكون معكم في برنامج تساؤلات وراح يكون ضيفي في البرنامج الأخ كريم الإيراني وعندنا مواضيع خليكم مش شوقين إلها المواضيع رح نشرحها قدامكم الرب يبارككم شكرا جزيلا على أمل لقاء بعد قليل معكم في برنامج تساؤلات شكرا جزيلا